موسيقى 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 مرحبا بكم في حلقة جديدة من الأجندة اليوم هو الثلاثون من شهر يونيو للعام 2018 مرت حوالي ستة أيام على الانتخابات التركية الجديدة التي نقلت تركيا من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي وهي الانتخابات التي لكيت اهتماما دوليا واسعا لخطورة ما سيترتب عليها في المستقبل سواء في تركيا نفسها أو في المنطقة بشكل عام ولعل هذه الانتخابات أكثر انتخابات غير عربية حصلت على اهتمام العرب سواء كانوا مؤيدين لنظام حزب العدالة والتنمية التركي أو كانوا من خصومه وأعدائه وكان من الطبيعي لمن يعرف في الفكرة السياسية أن يهتم العرب بهذه الانتخابات أما غير الطبيعي فهو العكس فذلك الاستغراب الذي أظهره البعض من هذا الاهتمام تحت شعار خلونا في ما يخصنا وما علينا من الناس هذا منطق يذكرك بعصر ما قبل الدولة الحديثة بل بعصر ما قبل الدولة نفسها لأنه من يوم ما ظهرت الدولة كيان الدولة يعني فكرة الدولة قبل آلاف السنين وشعوب الأرض شعوب الدول تتأثر نسبيا بما يجري في الدول المجاورة فإذا ظهرت في دولة مجاورة حاكم شاب مثلا طموح قد يؤدي ذلك إلى نشوب حرب مع الدولة المجاورة بسبب أطمع هذا الشاب ويدفع ثمن هذه الحروب الناس البسطاء على شكل ضرائب أو محاربين هذا كان فيما مضى من التاريخ فما بالك اليوم وقد تغولت الدولة في حياة المجتمع وما بالك وقد أصبح العالم عبارة عن قرية صغيرة يتأثر بعضه بما يجري لدى البعض الآخر ما يجري في أكثر بقعة من الأرض يؤثر على حياة الإنسان القروي في الغرب هذا الكلام من الناحية النظرية لا خلاف عليه بين أهل السياسة والفكر لكن السؤال الذي نحاول الإجابة عليه في هذه الحلقة هو لماذا تعد هذه الانتخابات التركية مهمة بالنسبة لنا نحن العرب بل بالنسبة لنا نحن اليمنيين على وجه الخصوص ما الذي نتوقع عن يترتب على نجاح الطيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية خلال السنوات القادمة في المنطقة العربية المنطقة العربية التي أصبحت مثل ركعة الشطرنج كل حركة فيها تؤثر على بقية المربعات هذا هو موضوع حلقة هذه الليلة أرجو أن تكونوا معنا يعد طيب رجب أردوغان واحد من أنجح السياسيين في العالم اليوم فهو أشبه بلاعب كرة قدم استطاع أن يمر من منطقة الجزاء التابعة للفريق إلى منطقة الجزاء التابعة للفريق الآخر وأن يسجل عدد من الأهداف بل أن جميع تسديداته تقريبا جاءت في المرمى منذ أن أسس حزب العدالة والتنمية في العام 2001 وهو يسير من فوز إلى فوز بمعية حزب العدالة والتنمية وسواء حكمنا على الرجل بمعيار التحديات التي تجاوزها هو وحزبه أو حكمنا عليه بمعيار الإنجازات التي حققوها فإن الرجل يعد قصة بارزة في عالم النجاح لا نظير لها اليوم بمعيار التحديات وبمعيار الإنجازات ونحن بحاجة إلى هذا النوع من القصص في حياتنا الفردية والسياسية لأنها تلهمنا الكثير وتعزز كفة الأمل على كفة اليأس التي أصبحت تثكل كاهلنا والتي أصبح كفة اليأس أكوى من كفة الأثكل من كفة الأمل وأنا شخصيا أعتبر قصة هذا الرجل هي أهم قصة نجاح سياسي خلال الخمسين عام الماضية إن لم يكن خلال المئة عام الماضية ليس فقط بسبب براعته الفذة في تجاوز كم كبير من التحديات وتحقيق كم كبير من النجاحات وإنما أيضا لسبب لا يلتفت إليه الناس عادة وهو أن الرجل فعل ذلك كله وهو يحاول الانتصار لجانب الحق والخير ويحمل كثير من القيم الإيجابية فعل ذلك بالرغم من أنه يحمل قيم الخير والانتصار للمظلومين مواجهة قوى الظلم هنا وهناك بقدر وسعي وبقدر المتاح وهذا حمل لا يقوى عليه إلا قلا معدودا من الناجحين في التاريخ لماذا؟ لأن من يقرأ التاريخ يعرف أن البيئة السياسية في العالم تساعد أصحاب المشاريع الشريرة على الوصول إلى أهدافهم أكثر مما تساعد أصحاب المشاريع الخيرة أصحاب المشاريع الخيرة تخضلهم غالبا وعندما ينجح أحد هؤلاء الخيرين في تحقيق مثل هذا الإنجاز فهذا يعني أنه كان رجل استثنائي بالفعل يعني تلاحظوا أن الظلمة في التاريخ أكثر من الخيرين الحكام الطواغيت أكثر من الحكام العادلين والسبب هو أن البيئة السياسية عموما تساعد الطواغيت على النجاح والوصول إلى أهدافهم وعلى الأشرار أكثر مما تساعد الخيرين والحقيقة أن أردوغان لم يكن وحد في هذا الإنجاز حتى لا نظلم رفاقه فقط كان بجانبه رجال أذكياء ومخلصين وخبراء مخلصين لبلدهم إلى حد كبير يعني لافت للانتباه ليس هدفنا الآن طبعا الحديث عن أردوغان نفسه وأنما الهدف هو لفت الانتباه إلى قصة هذا الرجل وقصة حزبه ورفاقه لأنها تعد نموذجا رائعا من قصص النجاح في الحياة السياسية هذا وحده يعد مبرر للفت الانتباه وتسليط الضوء على هذه التجربة فما بالك وهذه التجربة لها صلة نظرية بحياتنا السياسية في الوطن العربي أعني بالصلة السياسية أو بالصلة النظرية أعني أن لدينا في الوطن العربي من يزعم أو يظن أن تجربة أردوغان وحزب العدالة والتنمية تعد امتدادا لتجربة التيار السياسي الإسلامي في الوطن العربي هذا التيار الذي يخذ اليوم معركة شرسة مع بعض الأنظمة الحاكمة المستبدة في الوطن العربي هذا الضن وهذا الزعم وإن كان مختلط ببعض الوهم إلا أنه مفيد بصورة من الصور لحياتنا السياسية في الوطن العربي لما يظن الإسلامي العربي بأن التجربة التركية امتداد لتجربتها الإسلامية هذا الضن قد يكون صحيح لكن هذا الاعتقاد سيدفع أصحابه لمقارنة تجاربهم المتعثرة في الوطن العربي بتجربة تركيا الناجحة هذه المقارنة ستكشف لبعض الإسلاميين عندنا حجم الأوهام التي سببت تعثرهم ومن مصلحة الحياة السياسية في الوطن العربي أن يتخلص الإسلاميون من أوهامهم هذا من مصلحتنا كلنا يعني وفي مقدمة هذه الأوهام وهم العداء غير المدروس مع كل مستويات العلمانية مع كل مفاهيم العلمانية نحن عندنا تجربة حزب العدالة والتنمية ها هي التجربة التي يزعمون أنها امتداد للتجربة الإسلامية هذا الحزب في تركيا يؤكد بأنه حزب مدني ديمقراطي علماني لا يحبث التعبير عن نفسه بأنه حزب إسلامي لا يقدم نفسه بأنه حزب إسلامي معنى حزب إسلامي ويحرص على أن لا يستخدم الشعارات الدينية في خطاباته السياسية هذه تجارب ممكن يستفيدوا منها الإسلاميين عندنا هذا حزب يحترم الحريات الدينية والفكرية ومنفتح على العالم ويبني سياساته على التسامح والحوار ويؤكد عدم معارضة للعلمانية والمبادئ التي قامت عليها الجمهورية التركية كما يؤيد انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي اللي هو في الأساس نادي مسيحي بالنسبة لأصحابنا بهذه التركيبة بهذه التركيبة نتوقع أن يؤثر حزب العدالة والتنمية التركي في الأحزاب والجماعات السياسية العربية ذات التوجه الإسلاموي أو الإسلامي ومن الواضح أن التجربة التركية قد تركت أثر إيجابي واسع في أوساط الشباب العربي الإسلامي شباب الإسلاميين العرب وهذا كما قلت سيضيف إلى حياتنا السياسية إضافة جيدة ويركيها سواء اتفقنا مع الإسلاميين أو اختلفنا معهم في الوطن العربي لأن المهم هو أن ترتكي جميع أطراف الصراع السياسي في بلادنا يعني في البلاد العربية مشكلتنا الآن هو أن مستوى الصراع عندنا متدني نحن لا نطالب بإلغاء الصراع لأنه إلغاء الصراع هذا حلم يوتوبي لا يمكن أن يتحقك لكن نطالب عادة برفع مستوى الصراع إلى مستويات أرقى من هذا الصراع اللي احنا فيه احنا صراعنا في الوطن العربي أشبه بصراع داحس والغبراء احنا نشتري نخلي الصراع برامج سياسية راكية مثل ما بيحدث في الغرب ومثل ما يحدث الآن في تركيا هذا هو هدفنا بالنسبة لنا نحن العرب يعد فوز أردوغان وحزب العدالة والتنمية التركي في الانتخابات الأخيرة يعد أمرا مهما لثلاثة أسباب استراتيجية على الأقل السبب الأول هو أن هذا الفوز سيعزز فرص الديمقراطية في منطقتنا العربية أي نظام ديمقراطي يدخل على المنطقة هو تعزز الحالة الديمقراطية فيها والسبب الثاني هو أن تجربة حزب العدالة والتنمية تقدم نموذجا فريدا للإسلام المتصالح مع العلمانية ونحن في أمس الحاجة إلى نموذج من هذا النوع في الوطن العربي والسبب الثالث هو أن السياسة الخارجية لأردوغان وحزب العدالة ستجعل تركيا لاعبا أساسيا في المنطقة العربية لمصلحة تركيا أولا ولمصلحة العرب ثانيا وسنتوقف أمام كل نقطة من هذه النقاط على حدة لنبين ما الذي نعنيه بهذا الكلام قلت أن فوز أردوغان بمنصب رئيس الجمهورية التركية وفوز تحالف حزبة مع الحزب القومي فوزهم بأكثر من نصف مقاعد البرلمان سيعزز من فرص الديمقراطية في الوطن العربي والديمقراطية هي الفريضة الغائبة في الوطن العربي كما يعرف الدارسون والمحققون فهل هذه الإضافة ستكون معقولة وممكنة؟ دعونا نناكش هذه الفرضية قبل منطق التاريخ من البدهي أن الجار يتأثر بجارة سلبا أو إيجابا إذا كان الجار جيد كان التأثير جيد والعكس صحيح وتركيا هي أحد جيران العرب مثل إيران ومثل إسرائيل إذا اعتبرناها جار والجميع اليوم يعرف كيف أثرت إيران في الوطن العربي بشكل سلبي للغاية هذا مظهر من مظاهر تأثير الجيران والجزيرة العربية ظلت طوال الأربعين عام الماضي مفتوحة على الرياح الإيرانية فقط على الرياح الإيرانية فقط لأن تركيا كانت في حالة عزلة عن العرب عزلة تامة في ظل حكومة العسكر الكماليين القديمة وكانت أبواب تركيا فقط مفتوحة تجاه أوروبا وقد تأثرت تركيا بجوارها مع أوروبا على مستوى عديدة منها مستوى الديمقراطية رياح الديمقراطية هبت من أوروبا إلى تركيا وهذه فائدة جنتها تركيا من هذا الجوار وهذا هو أهم عنصر يمكن أن تستفيد من الدولة من أوروبا الآن يعني مثلما تأثر العرب برياح إيران الرياح السامة القادمة من إيران ومثلما تأثرت تركيا برياح الديمقراطية الغربية من المتوقع أن تتأثر دول المنطقة عندنا برياح الديمقراطية التركية إذا ترسخت هذه التجربة مع الوقت وإذا لم تتعرض الانتكاسة على إيد العسكر وهو أمر مستبعد الآن إلى حد كبير وقد يتساءل البعض عن كيفية هذا التأثر لكن الأمر بسيط كيف يمكن للديمقراطية التركية إذا استمرت أن تؤثر في محيطها العربي أو بالأصح كيف يمكن أن تتعزز الكوى الديمقراطية في الوطن العربي بالتجربة الديمقراطية في تركيا الحقيقة أنه لا يوجد لا يوجد لدي على الأقل إجابة تفصيلية لهذا السؤال لكن التاريخ علمنا أن الأفكار يعني مثل الأمراض لها قدرة على الانتشار بالعدوى مثلما انتشرت خرافات نظام الملالي الإيراني في بلادنا العربية خلال السنوات الماضية لا نستبعد أن تنتشر عدوى الديمقراطية في الجوار التركي وما وراء الجوار التركي سواء أراد الأتراك ذلك وقصدوه وخططوه أو لم يقصدوه ولم يريدوه في الحالتين نحن نتأثر لكن حتى لو لم نستفد نحن العرب من الديمقراطية التركية بصورة مباشرة فإن مجرد سقوط نظام ديكتاتوري بجوارنا هذه نقطة لصالحنا نحن الشعوب المكتوية بنيران الدكتاتوريات لأن الدكتاتورية ملة واحدة ينصر بعضها بعضها ويعزز بعضها بعضها على حسابنا نحن الشعوب والديمقراطيات ملة واحدة إذا كانت مشتركاتها الثقافية والحضارية واحدة كما هو الحال بيننا نحن العرب والحضارة التركية يعني أوضح دليل على هذه القاعدة هو ما جرى للسوريين خلال السنوات الماضية لو لا وجود نظام حزب العدالة بقيادة أردوغان لكان الشعب السوري اليوم يعاني أضعاف ما يعانيه من ويلات النظام الدكتاتوري والنظام الطائفي في سوريا هذه عينة بسيطة على الفائدة التي نعنيها من وجود نظام سياسي ديمقراطي بجوارنا نحن العرب يعد النظام التركي الحالي حالة استثنائية بالنسبة لنا نحن العرب لأنه أول نظام ديمقراطي حقيقي غير عربي على حدودنا كنا دائما محاطون بالبحر والأفارقة والملالي الإيرانيين وهذولا كلهم أكثر تخلفا من تركيا باستثناء إيران فهون الجميع أكثر تخلفا من العرب وكنا نسمع عن الديمقراطية كما نسمع عن الهبوط على الكمر كلها أخبار غربية لا علاقة لنا بها إلا كعلاقة المشاهد بشاشة التلفزيون والسينما التجربة الديمقراطية التركية هي أول تجربة ديمقراطية حقيقية على حدودنا حدود الوطن العربي الحدود البرية طبعا ومن حسن الحظ أن حزب العدالة وزعيم أردوغان ينتهجون سياسة الانفتاح على المنطقة العربية هذا من حسن الحظ لأن هذا أمر يزعج الحكام العرب المستبدون الذين يريدوننا أن نتحول إلى ميراث أو تجارب في إيران في صناديقهم المكفلة المغلقة وينبغي أن تسر الشعوب المكهورة المنهوبة بما يزعج الحكام الطواغيط العابثون عندنا على طول الخطأ أي شيء يزعجهم ينبغي أن يسرنا فهذه ينبغي أن تكون قاعدة قلت أن السبب الثاني الذي يجعلنا نهتم بالتجربة التركية هو أن تجربة حزب العدالة والتنمية تقدم نموذجا فريدا للإسلام المتصالح مع العلمانية ونحن في أمس الحاجة إلى نموذج من هذا النوع في الوطن العربي نكتدي به مضت علينا في الوطن العربي كرابت مائة سنة من الصراع بين التيار الإسلامي والإسلاموي والأنظمة السياسية المدعومة غربيا لا التيار الإسلامي استطاع الوصول إلى أهدافه ولا الأنظمة السياسية الحاكمة المستبدة نجحت في إنشاء دول ومجتمعات قوية راضية مستقرة وها نحن اليوم ندفع ثمن هذا الفصام النكت بين عجز الإسلاميين وعجز الأنظمة المستبد وكان من أسباب فشل الإسلاميين في الوصول إلى أهدافهم فشلهم في الوصول إلى النخبة العربية السياسية والمثقفة لأن هذه النخبة وقفت ضدهم ولو أن هذه النخبة السياسية والمثقفة أو جزءا كبيرا منها لو أنه وقف مع الإسلاميين لكانت المعركة مع الأنظمة الحاكمة المستبدة أسهل مما هي عليه الآن لأن الأنظمة الحاكمة استعانت بالنخب لتوجيه الرأي العام ضد الإسلاميين ولصالح الأنظمة الحاكمة كما تفعل اليوم أنظمة الثورة المضادة للربيع العربي بشكل صارخ وفج وهنا يطفو سؤال لماذا عاجز الإسلاميون عن إقناع النخبة العربية بجدواهم ليش ما قدروا الإسلاميون يأثروا في النخبة ويكسبوها وسؤال آخر قبل لماذا نحن حريصون على تحسين أداء الإسلاميين تحديدا أقول من أسباب انصراف النخبة العربية عن الإسلاميين في الوطن العربي عجزوا الإسلاميين عن بلورة موقف علمي مقنع من مسألة العلمانية ما زال الإسلاميون العرب لليوم يتبنون سردية بدائية وغير علمية عن العلمانية شرحناها في حلقة مستكلة ماضية في هذا البرنامج من قبل تجربة حزب العدالة والتنمية في تركيا المحسوب على الإسلاميين يقدم تجربة مميزة في هذا الجانب هذه التجربة ستحرض شباب التيار الإسلامي العربي على الاكتداء بها والتخلي عن السردية العربية الفاشلة ضد كل أشكال العلمانة وستنم الرغبة لدى شباب الإسلاميين في الاكتداء بالتجربة التركية إلى حد أن تصبح التنظيمات الإسلامية العربية أمام خيارين في المستقبل إما أن تقبل بتحديث العكيدة السياسية والخطب الديني لها وتتبنى موقف علمي مدروس تجاه العلمانية وإما أن تتفكك وتظهر حركات شكاكية كما حصل في تركيا نفسها في تركيا كان حزب العدالة والتنمية نفسه عبارة عن فصيل منشك عن حزب الفضيلة برئاسة أربكان لما وجد أربكان لما وجد أردوغان عفوا ورفاكة أن الأفكار القديمة التكليدية للحزب السابق غير كابلة للتطبيق وتتعرض الانتكاسة ووراء انتكاسة قرر الانشكاك وتأسيس حزب جديد بخطاب جديد وعاكيدة سياسية جديدة أبرز ملامحة أنها متصالحة مع العلمانية وأثبتت هذه العاكيدة نجاحا مدويا إلى الآن طبعا لا شك أن الصف القديم من الإسلاميين العرب وكطاع لا بأس به من الشباب المرتبط بهم مجدانيا ومرتبط بالأسماء الكديمة وتاريخ الأسماء الكديمة لا شك أن هؤلاء سيظهرون ممانعة كبيرة تجاه التأثر بحزب العدالة والتنمية وتجربته هم يباهون الآن بهذه التجربة ويزعمون أنها امتداد لهم ويتمنون لها التمكين لكن الأمر ليس بأيديهم يعني هم من ناحية يعترفون بأن هذه امتداد لهم لكنهم من ناحية الثانية يرفضون تطبيق هذه التجربة بحذافيرها أو يرفضون عناصر النجاح فيها لكن هذا ليس بأيديهم لأنه رياحة التأثير والتغيير إذا هبت لن يوقفها أحد والقاعدة هي أن الزبد يذهب جفاءً ولا يبقى إلا ما ينفع الناس وقد بدأت بالفعل أصوات الشباب الإسلامي تعلو في الأون الأخيرة مطالبة بمراجعة بعض المواقف تجاه العلمانية وقابول قيمة ديمقراطية مش بس الانتخابات قيمة ديمقراطية بشكل عام ننبغي أن تقبل بصورة جادة غير انتقائية وهذا كله سيطور من أداء التيار المقاوم للاستبداد في الوطن العربي هذا هو الهدف في النهاية وهذا ما يطلبه العقلاء والمحترمون في هذه اللحظة المطلوب هو أن نعزز كل العناصر التي تقاوم الاستبداد وتدحر عندنا في المنطقة العربية تعالوا نستبع إلى أردوغان وهو يتحدث عن تجربة تجربة الإسلاميين الأتراك مع العلمانية وكيف يفسر العلمانية من وجهة نظرها فخمت الرئيس الكثير من العرب يجد صعوبة في الجمع بين الإسلام والعلمانية كما تفعلون في تركيا كيف تجمعون بينهما أجد صعوبة في فهم سبب تفسير العالم الإسلامي في الربط بين الإسلام والعلمانية قمنا بتأسيس حزبنا قمنا بتعريف للعلمانية وقد عبرت عن ذلك عندما قمت بزيارة مصر بعد تولي مرسي الحكم وحضرت في مبنى الأوبرا في القاهرة وقد تحدثت عن الإسلام وعلاقته وصلته بالإرهاب كيف نصف الإرهاب؟ أولا الأفراد لا يمكن أن يكونوا علمانيين الدولة تكون علمانية هذه نقطة مهمة والعلمانية تعني التسامح مع المعتقدات كافة من قبل الدولة والدولة تقف على المسافة نفسها تجاه الأديان كافة والمعتقدات كافة هل هذا مخالف للإسلام؟ ليس مخالفا للإسلام طبعا الرجل ضحك من السؤال وكأنه يقول في نفسه العرب هذولا يبحثون لأنفسهم عن مشاكل مشاكل لا أصلا لها عموما سنذهب لفاصل كصير ثم نعود لستكمال حديثنا ابقوا معنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يدفعانهم للاهتمام بالتجربة التركية الديمقراطية مع حزب العدالة والترمية ومع زعيمه رجب دايب أردوغان وبكي سبب ثالث سنفصل في هذا المحور ينبغي أن يدفعنا للاهتمام بهذه التجربة هذا السبب هو أن السياسة الخارجية لأردوغان وحزبه ستجعل تركيا لعب أساسي في المنطقة لمصلحة تركيا أولاً ولمصلحة العرب من ناحية ثانية هذه النقطة سبق أن شرحتها وصلت عليها الضوء أكثر من مرة في هذا البرنامج وفيه كنوات أخرى لكن لا بأس من إعادة الحديث فيها لأن بعض الناس سيشكك فيها ويظن أننا نتكلف في البحث عن مبررات لتأييد تجربة أردوغان وحزب العدالة والتنمية وهذا غير صحيح قلت من قبل أن تركيا من الناحية الاستراتيجية يعني هذا هو الموضوع قلنا أن تركيا من الناحية الاستراتيجية لها ثلاثة أبعاد فقط ثلاثة أبعاد تتحرك فيها البعد الجغرافي المرتبط بأوروبا والبعد العرقي المرتبط بالقومية التركية المنتشرة في دول أسيوية عديدة والبعد التاريخي المرتبط بالعرب والمسلمين وقلت أن تركيا إذا حصرت في البعد الجغرافي مرتبط بأوروبا ولم يقبلها الاتحاد الأوروبي في ناديه إذا حصرت فإنها ستضطر للتحرك في البعدين الأرقي والتاريخي وهذا ما يحدث الآن بالفهم بعد أن تمنعت أوروبا في ضم تركيا إليها اضطر الأتراك للاعتماد على أنفسهم والبحث عن أبعاد أخرى للحركة نحن العرب نمثل البعد التاريخي للأتراك وسياسة تركيا الخارجية بكيادة أردوغان ستصب في صالحنا دون شك وهذا ما يقلك أمريكا وإسرائيل والأنظمة العربية التي تدور في فلك أمريكا وهذا يدفعهم إلى شن حملة تشويه ضد أردوغان وضد حزب العدالة والتنمية ويدفعهم للتآمر عليه ومحاولة إسقاط أكثر من مرة كما هو واضح ومعلوم وموقف أنظمة الاستبداد العربي هي أبسط تليل على أن سياسة هذا الرجل تصب في صالح كضايا الشعوب العربي في الدرجة الثانية كما قلت بعد مصالح بلده إذا أردت أن تعرف عدوك شوف أو محبك شوف فين الأنظمة العربية أين تكف هذه الأنظمة المستبدة شوف فين الإمارات واكفة وين السعودية واكفة وين النظام المصري واكف هتعرف بالضبط فين عدوك من حبيبك والحقيقة أن الإنسان يعجب من مواكف بعض العرب تجاه أردوغان وحزبه المواكف المعادية لأنهم لم يعودوا يملكون من أمرهم شيء العرب المعاديين بلدانهم أصبحت ساحة لمختلف اللاعبين الدوليين وليس لديهم ما يخسرونه بدخول اللاعب التركي والتأثير في اللعبة تحديداً لعبة تكسيم الشرق الأوسط بل على العكس هم المستفيدين تركيا هي الطرف الوحيد الذي يلعب لصالحه دون أن يهدف إلى الإضرار بالمصالح العربية موقف من القضية الفلسطينية مطابق لموقف الشعوب العربية ومختلف عن موقف الأنظمة العربية مع أن مصلحة النظام التركي كانت تكتظي العكس كانت تكتظي أنه يسد مع الحكام واختلف مع الشعوب توظف الشعوب أيش بيستفيد من الشعوب لكن الرجل متبني قيم متبني قيم لا يستطيع أن يسابع فيها ولا المفروض أنه علاقة مع مصر المصلحة ممكن يضرب الإمارات لو أكام علاقة مع الكيانة مع النظام المصري لكن قيم الأردغان وحزب العدال والتنمية لا تقبل ذلك صحيح لدى تركيا علاقات مع الكيان الصهيوني لكن كما قلنا من قبل هذه علاقات موروثة وليست مصنوعة يعني ورثها النظام أردغان من الدولة السابقة ولم يكمها هو وقطع العلاقات بدون مبرر حقيقي سيؤدي إلى مشاكل هو في غناء عنها الآن وموقف أردغان من الربيع العربي أيضا مطابق لموقف الشعوب العربية التواكل الحرية هذه ملمح أيضا يعد نظام أردغان أحد عوائق صفقة القرن التي ترتبها إدارة ترامب مع بعض العرب ويعد هذا النظام التركي أحد عوائق تكسيم المنطقة في سايكس بيكو الجديدة كناك سايكس بيكو جديدة وفي خطة وفي خرائط بتوزع واللي بيعيق هذه الخرائط وجود دول كبرى أخرى مثل تركيا وروسيا يعني احنا بنعتبر تركيا الآن داخلة في الدول الكبرى تعالوا نستمع إلى أردغان نفسه وهو يتحدث عن موقف نظامه من موضوع تكسيم المنطقة سيد الرئيس قلت أننا ثمت سايكس بيكو تقسيم جديد للمنطقة تقسيم المقسم ما هي المعطيات التي لديك ترى فيها أن المنطقة ستقسم بشكل أكبر وبرعاية قوة دولية وأقليمية مثل إيران ومثل طبعا اللاعبين الدوليين الأوروبيين والمتحدة الأمريكية وحتى تركيا قد تسهم في هذا الأمر إضطرارا ربما نحن طبعا أولا مع الحفاظ على وحدة الأراضي السورية والعرقية لا نريد أبدا أن تقسم هذه المناطق وسنستمر في جهدنا بهذا الطريق إلى نهايته ولا يمكن التنازل عن هذا الأمر وأتمنى ألا تنطالي هذه الحيلة على قوات التحالف الموجودة هنا لا شك أن وجود تركيا قوية في المنطقة وبقيادة إسلاموية سيكسر احتكار الهيمنة الأمريكية في المنطقة العربية مثل ما يحتكر التاجر الجديد بضاعه في السوق سلعة في السوق يكسر الاحتكار حيث لما يكون عندك واحد يحتكر سلعة في السوق يرفع أسعارها لما يدخل واحد يبيع نفس السلعة يكسر الاحتكار وهذا بيحدث أيضا في عالم السياسة وهذا من مصلحتنا نحن الشعوب العربية التي تعيش في ظل حكومات عميلة أو مضطهدة من قبل الأمريكان ومثل ما فرحنا بوجود الصين القوية ومثل ما استفدنا من قبل من وجود الاتحاد السوفيتي السابق ينبغي أن نفرح اليوم أكثر ونستفيد أكثر من وجود تركيا الناهضة التي لا تخضع لإملاءات أحد والذين يعرفون السياسة ويفهمون فيها يعرفون أيضا أن الوطن العربي كان أول من تضرر من سقوط الاتحاد السوفيتي السابق مباشرة بعد سقوط الاتحاد السوفيتي هاجمت أمريكا على العراق ودمرته ومن يومها والمنطقة تخضع لعمليات تدمير ممنهج من قبل الأمريكان يعني الاتحاد السوفيتي سقط في عام تسعين في نفس السنة دخل الأمريكا للعراق هذا ما كان ممكن لو كان الاتحاد السوفيتي ما زال موجود والحرب الباردة ما كانت موجودة كان وجود الاتحاد السوفيتي يشكل عامل توازن دولي يمنع الإدارة الأمريكية من ممارسة هوايتها في التدمير والهيمنة بعد سقوط بعد سقوط الاتحاد السوفيتي شعر الكثير من العرب والإسلاميين أيضا كم كانوا سدجا عندما شاركوا في إسقاط هذا الاتحاد مع أنه كان كتتحلل من داخل في الحقيقة يعني ومع أن الصين تعد دولة استبدادية إلى حد ما وبتضطهد ملايين المسلمين ملايين المسلمين هناك يعانون من اضطهد الحكومة الصينية بالرغم من ذلك إلا أن العرب يدركون أن وجود الصين القوية أفضل لهم من غيابها لأن انفراد أمريكا بالقوة المطلقة في العالم القوة الاقتصادية والسياسية هو أمر يهدد بقية العالم بالخطر وحتى لو لم تمارس الصين أدوار عسكرية مباشرة مجرد وجودها فقط يعني ومجرد موجود مشروعها مشروع الطريق الحرير هذا سيحد من الهيمنة الغربية على العالم وسينقل كارة آسيا هذا المشروع ينقلها برمتها إلى وضع أفضل إذا ما علمنا أن مشروع الصين التجاري الجديد سيخدم أكثر من ثلاثين أو أربعين دولة أسيوية وسيجعل آسيا عبارة عن ورشة عمل كبرى من خلال ألف مشروع فرعي لمشروع الطريق الحرير الصيني مشروع ضخم وستستفيد منه تركيا داخلا معاهم في تنسيق إضافة إلى أن وجود الصين القوية وروسيا القوية سيكسر من احتكار سوق السلاح الأمريكي وهذا يسهم في تحرير قرارات الدول الصغيرة والمتوسطة لما يكون سلاحك جاي من دولة واحدة هذا فيه إملاءات سياسية عليه لكن لما تكسر الاحتكار فتكسر أيضا احتكار القرار السياسي بدخول تركيا القوية هذا السباك سنكون نحن العرب أكثر المستفيدين من ذلك فما بالك إذا كانت السياسة الخارجية التركية يعني متصالحة مع شعوب المنطقة أكثر من الأنظمة المستبدة خلاصة الأمر نحن الشعوب الضعيفة المضطهدة سنستفيد بشكل أو بآخر من تعدد الدول القوية وتكاثرها لأن هذا سيكسر احتكار الدول المتفردة بالقرار والقوة ويحدث توازن في القوة الدولية هذا التوازن في العادة يحمي الضعفاء ويوفر لهم بعض فرص الحرية وهذا هو ما تعنيه الآية القرآنية ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض إذا ما فيش تدافع في الأرض إذا ما فيش تدافع بين القوة تفسد الحياة لأنه طرف واحد ممكن يقضي عليها إلى هنا تنتهي حلقة اليوم نرجو أن نلقاكم في الأسبوع القادم في أمان الله اشتركوا في القناة